اشتركوا في القناة مع روزاريو دوسن وكاترين هيجب وفيلم الأكشن عن ميتجر هي الأولى من النوعة بالمستقبل القريب وهي إنسانة ناجية من حادث كبير وبتنبر مجتا لتكون جندي وهدفها إيقاف لمجرمين الأكثر كثورة بالعالم مع سكارلت جوهانسون وجولياد دينوش وثريلر ماين بعد محاولة اغتيال فيشلي بيعيش جندي بالصحراء وبيحاول يتحتى كل مخاطر الصحراء وكل ظروف الصعبي مع آرمي هامر بما أنه اليوم ما نحن ويكون لقاءنا رح بيخلص حوالي ساعة 12 ونص فإذاً كل الوقت المتبقي رح بتكونوا عم تترفقوا فيه أنتوا وشف حسين ضمن قرشة ملح صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا في لبنان وبكل أنحاء العالم برشاشة تلفزيون المستقبل اليوم ثلاث وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح بانكيك بالبطاطا والفطر تقريباً صار جاهز هيدا الطبق قدامنا متل ما عم بتشوفه بس طبعاً أنا حضرته وزيانته ولكن رح أرجح حضر الكمية ورجع أخبركم كيف حضرنا البانكيك نجي للوصفة التانية خلينا دغري نبلش فيها لنفوتها على الفرن عندي قالب بتنجين مع الجيج بالكريمة هاي المقادير عم تمروا قدامنا عشاشة للبانكيك ولكن خلينا عنا وياكم نكفي وصفة للجيج مع البتنجين والكريمة طيب عندي قبل بالفقرة التانية من رشة ملح حطينا طنجة على النار حطينا فيها بصل حطينا فيها توم حطينا فيها صدر الجيج مسحب بدون جلدي بدون عظم الليتون مع بعض حطينا رشة زنجبيل مطحون حطينا جزر فلايف اللي ملونة هيدول هني بالصينية بس بكعب هاي دي الصينية فيه بتنجين مش شوي او مقلة ما عنا اي مشكلة فيه خلينا نهوياكم نحط بالخلاط الكهربائي عندي جبنة مرهمية لكن مش هيديننا في عندي من الجبنة المرهمية اوكي طيب عندي بايد ذا كان جبنة مرهمية عندي بايد اوكي عندي كرامة طبخ او كرامة فراش كمان نزيدها شوي ذا كان ضفنا لكرامة فراش عنا فلفل اسود رشة ملح كذبرة يبسي وبطحنن كلن مع بعض اوكي لكن بايد جبنة المرهمية البيض لكرامة فراش فلفل اسود وايضا كذبرة يبسي بدي اطحنن هلا مع بعض بعد ما اطحنن شو راح اعمل اللي احروع على الصينية بالصينية اللي موجود فيها الجاج مع الخضار وبكعب الصينية متل ما خبرتكن في عندي من البتنجين خلطن مع بعض بيجي للصينية اوكي وبضيفهم بهالشكل هيدا فوق الجيج والجزر وايضا والبتنجين سكبنيهم بيجي بحط كمان كعك مطحون بحط رشة كعك مطحون بهالشكل هيدا هلا برجع بخبركم عنا اكتر كمان بجيب من جبنة الموتزاريلا كمان بحطها بهالشكل وهلأ صار فيني فوتها على الفرن اوكي لكن هلأ بشيلها دغري على الفرن اوكي بنحطها نحن مشهدين بالفرن على درجة حرارة 200 طيب زبطناله نار الفرن وفوتنه شو رح نكفي خلينا نشوف هون شو صار في عندي خبرتكن ثلاث وصفات هاي الوصفة شو هي حطينا طنجرة على النار عم نحكي نحن اليوم بموسم الفول الأخضر اوكي جبنا فول أخضر طبعا شلنا الحبوب من الفول الأخضر وحطيناه عجنب جبنا طنجرة حطينا طنجرة على النار حطينا فيها من زيت الزيتون ضفنا بصل وتوم قلينا البصل والتوم مع بعض لحتى بلش يستوي البصل مع التوم حطينا من الكزبرة او قبل ما نحط الكزبرة جبت الفول قليت الفول مع البصل ومع التوم بلش ياخد لون الفول جبت انا الكزبرة الخضرة ضفت الكزبرة الخضرة قليتهم مع بعض وجبت الشومر ضفت الله شومر بيعطي نكهة كتير طيبة الشومر لكن صار عندي زيت زيتون عندي بصل عندي ثوم عندي شومر وعندي من الكزبرة الخضرة قليتوا مع بعض واجبت بعدين البرغل البرغل كنت نايعوا أنا برغل أسمر خشن كنت نايعوا حوالها الخمسة عشر دقيقة بعد من قعناه موش هيدينا ضفته فوق البصل والثوم والفول والكزبرة الخضرة والشومر الأخضر حطيناهم ضفتهم البرغلات حطيطلهم ماي رشة إرفي صغيرة مع رشة ملح لكن حطينا رشة إرفي وأيضا ضفنا رشة ملح صغيرة وهلأ مثل ما عم نشوف بلشوا يتنبتوا عندي بهالشكل صاروا جاهزين وأيضا فيني أقدموا هيدا الطبق فيني أقدموا مع الخيار بلبن طبعا لبن معتوم مع نعنع مجفف أو نعنع يابس منحط قليل من الماي ومنحط لخيار معن ملح ومناخد نكهة كتير طيبة هيدا طبق ضياعي من مطبخ اللبناني بامتياز نجي للبنكيك البنكيك خلينا نشوف شو عنا أول شي منحضر القلية قدامنا وبدي جيب البنكيك العاجينة اللي حضرتها بأول فكرة من عالم الصباح شو حطينا؟ جبت أنا طبعا بطاطا لأن نحن عم نحكي بانكيك بالبطاطا جبت أنا بطاطا غسلت البطاطا كتير منيح وبرشت البطاطا برشت البطاطا وبعد ما برشت البطاطا نقعت البطاطا مع رشة ملح تركتهم حوالي 30 دقيقة لحتى نقعه لكن مش هديننا نقعناهم 30 دقيقة بالماء والملح بعد ما نقعناهم 30 دقيقة صفينا عمنا الماء وحطينا البطاطا المنقوعة المبروشة عجنب حطيناها بوعاء متوسط الحجم جبنا حطينا فوق بيض حطينا طحين رشة ملح رشة فلفل أسود وأيضا جبنا كمان حطينا مثل ما خبرتكم طحين وبيض ورشة ملح ورشة فلفل أسود دعكتهم مع بعض حصلت على عجينة البانكيك البانكيك بالبطاطا صاروا جاهزين عندي هيدا هي العجينة هاي العجينة جاهزة قدامي ما بدنا ننسى نحط لها حليب باودر لكان حليب باودر لازم نحط معها تقريبا حولها المعلقتين هول البانكيك قدامي شو رح أعمل عندي قلية في قلبها زيت نباتة هاي العجينة متل ما خبرتكم بياخد البانكيك بهالشكل هيدا أوكي بحطها فين عملها بإيدي بهالشكل وأيضا قليها كمان بكرر العملية لكن نحنا عم نحكي عالبانكيك بالبطاطا أوكي فينا نعملها بالشوكة ما عندي اي مشكلة طيب وهيدي كمان حبة كمان أوكي بشيلونا عجناب عندي الحشوة شو هي الحشوة حطينا نحنا مشهدينا على النار اللاية في بقلبها زيت زيتون أو فينا نحط كمان من الزبدة لكن اللاية فيها زيت زيتون أو زبدة جبنا كمان بصل جوانح مع توم مع فطر اللاية البصل ضفت التوم وأيضا ضفت الفطر فينا هون نحط فطر طازة أو فينا نجيب فطر علب ما عنا اي مشكلة بقليهم مع بعض لحتى ياخدوا اللون الحلو ومنقول أهلا لغادا كيفي؟ بونجور أنا وين هالغايبة؟ شو عملنا هون؟ طيب هلأ هون قلتلك ما أنا رح اجي بعد شوي ما طولتي خليني اخبار تحتى لايكي هون شو عم نعمل هول البانكيك أوكي البانكيك بالبطاطا بطاطا أوكي هلأ الحشوة كمان الحشوة هايدي هي الحشوة اللي هي بصل مع توم مع فطر بس بردو طبعا قبل ما يبردو حطينا فلفل أسود ورشة ملح بس بردو حطيت لقلون من البقدونس هيدا الفتحتي هلأ هيدا برغل برغل طبعا مع الفول نحنا اليوم غادا بلشنا بموسم الفول فحبينا نحضر كمان الفول مش بس فينا نعملو يخني وفينا نعملو بالرز أيضا كمان فينا نعملو بالفول وفينا نعملو كمان بالكنوة الما بياكل برغل فينا مية بمية هول اللون الحلو للبانكيك متل ما عم نشوف قدامنا كيف كامشي ازعت حطيت فوقنا من الحشوة طبعا بعد ما نشيلون منحط عليه هون الحشوة بس لكي شو روح يصير نحنا بس نشيلون ضغري منشيلون على صحن وعليه محرمة لأمتصاص الزيت بعدين منجيب الحشوة ونضيف لألون الحشوة بالفرن في عنا وصفة كتير طيبة ما بعبزة انتبهتيلي طبق كتير طيب وكتير مميز اه لا ما انتبهت ما انتبهت اه لا ثوري ما انتبهت ما شفت شي شو عنا بالفرن لكي شعنا بالفرن عنا طبق كتير طيب عن جد طيب ونحنا نطرينه طبعا لحتى يستوي ام اوكي بده وقته كتير بعد بعبدة تقريبا عشو دقايق تقريبا بعبدة هي اصولا بدها 30 دقيقة اي بس خلين نشوف نحنا هون كمان لكي اللون عزيم لكي اللون قدي حلو راوع لون كتير حلو هيت تشيلون انا خليم بعبدة نشوي انتبه انتبه اوكي بلا هيدة هيدة تحمصت فين نشيله فين نشيله اوكي ضغري الى هون هون صح اوكي اوكي بفتكر هون فرجينا هون كمان تحمصت ايوه اخيها كمان نعطيها بعد شوية لون ما تعطى الهم ما تعطى الهم اوكي اوكي خلينا نشوف شو صار في عندي بالفول اوكي اوكي صار جاهزة صار جاهزة صار جاهزين طيب هول صاروا جاهزين منتركن شوية منحطن حض رفقاتن طريبا بلا شوقات ما يخلص خلينا نسكب انا وياكي خلينا نسكب البرغل هيدا الجات منجيب البرغل فينا نسكبهم طبعا بالجات اللي بدنا اياه اوكي يا هيتنا نسكب البرغل اول شي نحنا حطينا زيت زيتون فرمنا بصل وحطينا توم حطينا الفول الاخضر اللي يناهم معون جبنا كزبرة خضرة شومر اذا عم تشمي ريفتي الشومر قديه كتير طايبة الليتون مع بعض جبت البرغل اللي كنت نيعه 15 دقيقة برغل اسمر خشين حطيت لقلهم ماي مع رش طبعا نحنا بدنا نحط ماي يعني بدنا نحط غمروتون ماي ما بدنا كتير نكتر ماي لان هو البرغل المنقوع ما بده كتير ماي حطينا بس غمروتون وحطينا رشة ارفي مع رشة ملح صغيرة طلع لنا هيدا الطبق الشهي شوفينا نحط ناكل حدو هيدا هيدا فينا ناكل حدو خيار بلبن خبرت المشاهدين طبعا خيار بلبن ما شفنا خيار بلبن شفتو خيار بلبن ما شفنا خيار بلبن ما شفنا خيار بلبن بس فينا ناخد معه هيدا الطبق خيار بلبن طبعا لبن مع شوي من الماي توم نعنع يابس وايضا منحط بقلب الخيار او فينا نحط كمان صرنا قريبين ع موسم المئتة فينا ناخد معه كمان لبن بمئتة ليش لا هيدا الوصفة كل شي بيصير اوكي هاي الوصفة خيريني يخبر كل المشاهدين كيف حضرنيت نحنا كان بدنا بعد وقت بس تحت الدوب جبنا البتنجان البتنجان فوتنا البتنجان على الفرن او فينا اللي بالزيت ما عندي اي مشكلة حطيت بالكعب بتنجان حضرت خلطة انا على النار كتير طيبة بصل مع توم مع الجاج حطينا رشة زنجبيل حطينا جزر مبروش وحطينا فلايفلي ملونة كزبرة خضرة وايضا ضفنا كزبرة يابسة مع رشة بهار اسود رشة بهار ابيض رشة ملح قلبتهم كلهم مع بعض هالخليط وحطينا فوق البتنجان جبت انا خلاط كهربائي حطيت فيه كريمة تشيز او جبني مرهمية مع كريمة فراش مع بيض خلطتهم مع بعض كمان مع رشة فلفل اسود وايضا حطينا رشة كزبرة يابسة وخلطتهم كتير منيح حطيتهم انا فوق البتنجان وفوق الجاج والبصل والفلايفلي جبت حطيت رشة انا طبعا ما بدنا ننصل بيض معهم حطيت انا رشة كعك وايضا حطيت فوق رشة الكعك من جبنية الموزاريلا هول اطلقت وصفات انا اليوم قدمتهم لكل المشاهدين ان شاء الله هيك يكونوا نالوا اعجابهم وانا عم بودعهم رحط الحشوي للبانكيك بهالشكل هيدا وبقول لهم الف صحتين احنا هيدا بهالوقت من مجبورين نرجعنا على الفيره صح بعبدة صح كان بعبدة وقت مية بالمية طيب شفح سايم نشوفك بكرة اكيد ام اقال لاراد خلينا نوزع المشاهدين فائزا نحنا على حد ديت هون بيوصل للقاءنا الى ختام ومشاهديننا بعالم الصباح ما شوفكم بكرة اقتداء من الساعة عشر رح قليك كلمتين كلمتين اتنين وطي صوتي ورح بحكي عالهدا تما يسمعنا حدا وانتي تسمعين وطي صوتي رح قليك كلمتين كلمتين اتنين وطي صوتي رح بحكي عالهدا تما يسمعنا حدا انتي تسمعين وطي صوتي شو بدك بالصريب شو بدك بالعيام تعينتني تفاهم انا وبنتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة